كانت مفاجأة لكل جمهور ناتزة مالك النهاردة بعد الخبر بعد ما الخبر ما طلع طبعا كانت الناس بتتساءل ليه واش معنى التوقيت ده وليه كارترون عمل كده وإيه الكواليس في هذا اليوم هقول لكم بس الكواليس سريعا كارترون فوجي الجميع داخل ناتزة مالك بدخوله ومعه شنطة فيها الشرط الجزائي تعريق الـ 250 ألف دولار ربع مليون دولار وده شرط الجزائي موجود داخل عقد مستر كارترون ودخلوا طلب جلسة مع دارة ناتزة مالك وكان موجود المترجم بتاعه لكن واضح جدا كان الجلسة أو الأستاذ مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وكابتن اسماعيل يوسف وأيضا أمير مرتضى منصور المسؤول عن الكرة في ناتزة زمالك كانوا عايزين يعودوا بدون المترجم بحيث أن يبقى الكلام يبقى فيه راحة في الكلام وده اللي حصل فعلا ولكن بالرغم من أن الإدارة النادي الزمالك وكل الجلسين فيه القعدة كانوا بيحاولوا مع مستر كارترون التعامل بشكل يكون اللي أنت عايزه إيه؟ عايز تزود فلوس ما فيش مشكلة عايز كل طلباتك مجابة لكن الراجل كان عنده إصرار قوي جدا في الرحيل وإصرار يعني أنه بيقترب هو بيقترب على فكرة من دور أفطال أفريقيا وممكن يحصل عليه في الفترة القادمة لأنه هو في الدور قبل النهائي الأمور بالنسبة لي ممكن يحقق تاريخ مع ناتز زمالك لكن الإصرار كان كبير جدا وشرح لهم قال لهم الراجل بسيطة أنا عندي عرض قوي جدا ما ينفعش أنه نسيوه تفضلوا الشرط الجزائي وسلاموا عليكم ده اللي حصل في القعدة النهاردة وحتى هو منزلش تدريب خلاص الراجل اللي قده للشرط الجزائي وبالرغم من الكلام الكتير من الإدارة الخاصة بناتز زمالك في الوقت ده والجلسة اللي كانت موجودة زي ما قلت لحضراتكم مع مستر كارترون من خلال طبعا مستشان 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 منصور وعمير وأحمد مرتضى منصور وكابتن إسماعيل يوسف لكن الراجل رفض أي كلام في هذا الموضوع ودفع الشرط الجزائي واتكل على الله زي ما بيقوله بالنسبة له هذا اليوم ده كواليس ما حدث داخل جدران نادي الزمالك النهاردة ورحيل كارترون عن نادي الزمالك وتسديد 250 ألف دولار الشرط الجزائي الخاص به ده يمكن بداية اليوم بالنسبة لنادي الزمالك الجانب الآخر أحمد رقوف المدرب الفريق نادي الزمالك الكرة القدم برضو بيعتذر بعد رحيل مستر كارترون أسباب إيه حتى الآن؟ احنا مش عارفين أسباب أحمد يعني يمكن طبعا هو واحد من الجهاز الفني اللي كان موجود في الفترة اللي فاتت لكن بعد رحيل كارترون أكيد مجلس الضرع يفكر فيه جهاز كامل الأقرب يا إما كابتن طارق يحيى يا إما كابتن محمد صلاح وهيكون أكيد بعض الأسماء المرشحة في الجهاز الفني لكن الغريبة زي ما أقولكم أن مستر كارترون كان بيقترب بشكل كبير من تحقيق تاريخ مع نادي الزمالك لو طبعا كمل في دور أبطال أفريقيا وحصل على هذه البطولة أنا بقول لأن الفرصة موجودة على الأرض لكن اختياره ليه الرحيل ده أكيد زي ما أقولكم سبب قوي جدا وهو الرجل كان صريح جدا في الجلسة أن عنده عرض قوي جدا موجود هقول لكم العرض القوي لأن الأنباء بتقول أن في عروض خليجية موجودة لمستر باترس كارترون من ضمنها نادي التعاون السعودي نادي العين الإماراتي بما يقارب الخمسمائة ألف دولار في الشهر ده الكلام أو الأنباء اللي بتتردد عن العرض اللي جيه لمستر كارترون وبسببه تخلى عن نادي الزمالك في التوقيت الحالي